اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على اهمية موصلة تعزيز الشراكات الدولية في المجالات الدفاعية والعسكرية والتي تسهم في توظيف التقنيات الحديثة المواكبة للتطورات التكنولوجية بما يرفد القطاع الدفاعي ويرفع من مستويات جاهزيته عبر تزويده بالامكانات والانظمة العسكرية المتقدمة جاء ذلك خلال لقاء سمو ويحفظه الله اليوم بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة الوفد الرسمي السيد اليساندرو بروفومو رئيس مجلس ادارة شركة ليوناردو وعدد من كبار مسؤولية الشركة وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ويهل الجمهورية الايطالية الصديقة حيث رحب سمو بهم منوها بمشاركة الشركة في معرض ومؤتمر البحرين الدولي لدفاع بايدك والتي تمثل استمرارا لأوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية الصديقة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة بما يحقق التطلعات المنشودة كما اشار السمو ويهل الشراكة القائمة بين قوة دفاع البحرين وشركة ليوناردو والتي تتم من خلالها تزويد قوة دفاع البحرين باحدث التقنيات الدفاعية بما يعزز من جهزيتها وفعليتها ويسهم في تحقيق الاهداف المنشودة